رح نتعلم اليوم شو نسوي هالحركة حق خوارزمية انستقرام رح ناخذ استراتيجية اليوم تخلي التفاعل عندنا وايض قوي سواء انت كنت براند تبي تزيد الاورنس او كنت انفلونسر تبي تزيد التفاعل او كان حسابك عادي وتبي يزيد عندك عدد المتابعين والتفاعل بحسابك هذا المحتوى برعاية شركة كفاراتي مشكوري لانكم انتم مو مقصرين اصلا بالنشر والتفاعل حطينا لكم هدية ايربود رح توصل حق ذي تفاعلهم معنا انشر الفيديو او سوي لك مينشن حق ثلاثة اشخاص ودك توصل لهم هالمعلومات بحيث ان تكون حساباتهم الانستقرام احلى واقوى اللي رح نشرح اليوم استراتيجية وايض قوية اسمها UGC يعني شنو يعني محتوى يسوون لك الناس في بعض الحسابات تلقاها اصلا قائمة على UGC ان يسوي لك محتوى اكثر من مصور مثلا يسمونه اسود او طبيعة او فنادق مثلا يبدو يعرضون لك صور وايض حلوة حق الطبيعة وا 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 فكل المحتوى هاد الناس مسوين اهم متعباني فيه بس ان يحطون حق الناس منشن لمن يكبر الحساب يبدأ ان يسوي اعلانات وغيره من الامور التجارية رح تعرف على الثلاث استراتيجيات في UGC راح تفيدك سواء كنت بزنس او براند او انفلونسر او حتى يوزر عادي الثلاث اشياء هذي اليه التاغ والهاشتاغ والستوري تتسوي تاغ على صورتك حق حسابات قوية احتمال تعيد نشر صورتك سواء الحساب اسود قوي او ناشنال جيوغرافيك او يرشوت فرح يونك هنا اذا سوى الكريبوس راح يونك متابعين كثير من الموضوع او تسوي حق براند معي انت رايح مطعم صورت صورة وايض قوية سوى لهم تاغ احتمال سوى الكريبوس احتمال اصلا الوقع معاك عقد انت صورك عجيبة فيديوك الحلو هذي اللي سويته فهني ممكن تتبطل اشياء مع الخوارزمية بحيث ان يصير عندك فولو وتفاعل على حسابك فلما تروح هني تشيك على التاق اللي عندك المفروض التاق هني يبين كل صوري او انا وكن موجودة عم في واحد حط صورة تشلب وحط لي لا ادري ادري ما قصدك والله بس قصدك انت اكتبه اشوف صورتك ادري فاي صورة انت مثلا مو تاق فيها ممكن تضغط عليها مرة تضغط على اسمك تقول ريموف راح يشيلك من هذي الصورة التاق طبعا انا اش راح يسوي راح قاعد اطالع كل الصور لا طبعا تحكم بالتاقات بطريقة جدا مرتبة تروح لسيتنك تروح لبرايباسي سريع سامحوني بس ودي اوصل معلومة بشكل سريع التاقز هني راح تقدر تقول منو يدزلي تاقز انا اخلي كل واحد وانا اقول لها منو ولي ابروف تقدر انت تخلي لما يدزلك تاق تشوف او شي اذا تشلب ما تحط لها اوكي اذا صورتك تخليها اوكي او تقدر هني تروح تقول لأ ادت بعدين تبدأ اتعدل او تنظف التاقات اللي عندك بعد ما تشوفها تقول لها هايد او ريموف راح تقدر تسوي لها ريموف من التاق اذا انت تبي تنظف التاقات اللي عندك الحلو بالموضوع ان لما احد يسوي لك تاق مثلا مثل اخونا بدر سكار فيس شوفوا 4000 لايك على الصورة وحاط لي منشن فهني اكيد جوني منه متابعين كثير فاحرص انك انت لما تحط شي تسوي تاق حق حساب قوي او لما الناس تسوي تاق او تستخدم يوزر جينيريت انك تحط الكريدت حق الناس عساس الناس ترجع تشكرك فانا اضغط على هذي و اقول لها شير ان ستوري و اقول لها مشكور يا بدر تمام فهني راح يصير فيه تفاعل قوي على الصورة رقم اثنين وفي مجال كبير حق الابداع اليوزر جينيريت كونتنت لستوري لما انت تنزل بوست والناس تبدأ تسوي لك شير بالستوري وانت تسوي لها ريشير ما انصح انك تكثر وايد ستوريات يصير لاي عقب باشر هالطولة تشيدي دا 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 بس انه يعني تختار مثلا عشرة لما ان واحد يسوي لك ريبوست حلو انه يعلق يعني دا 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 افضلوا قويرا يحفظي ستوري غصبا علي يسوي له ريبوست ليش يكتب تعليق وائد حلو ليش ماسوتنى لااتي زعل ان ما سوى لك احد ريبوست ولكن جرّب انك تسوي من شنو تاق بالستوري حق الناس او حق البراند او حق اي شيء تستخدم مثلا او استخدم من كباراتي اول ما استخدم حق ounce قريبتيو يسوي لي ريبوست او كفراتي نفسه ما يقولون هذا الترايبود من كفراتي يسوي لي ريبوست فيقولون او صورة حلوة هذي خنشوف من حاطها فيدشون عندي ناس انا استفيد وزرع البراند يستفيد لا تزعل لما ساولك ريبوست انا رح يصير ضغط وايد عليهم ويقدرون ان ينظمون هذه العملية اذا عندك مثلا مثل عدلني مثلا شفت عدلني لأسويها احط صورة والناس يتعدلها ويحطوا لي كلهم منشن بالستوري عندهم فكل المتابعين هم رح يشوفون الصورة وما جدت فوتوز منه هذا ندخل ونشوف نبي نشارك في المسابقة فها تخد بالستوري كثير رح يصير عندك تفاعل باليوزر جينيريتد كونتن رقم ثلاثة والاخيرة اللي هي الهاشتاغ الهاشتاغات بحر والهاشتاغ يزيد عندك تقريبا 11% مور انججمت جرب تستخدم الهاشتاغات على صورك على الاجي تي في على الستوري يعني حتى على الستوري رح تقدر تستخدم هاشتاغات جرب تستخدم الهاشتاغ للترند رأسي تحط لي هاشتاغ فود مثلا لا خلي الهاشتاغ يكون معبر عن نفس الصورة انا مرات تسوي اروح حق صورة انا حاطها مثلا لحظوا انا هني حاط لي هاشتاغات مجرد ما اضغط هني انا مسوي كوبي بيست حق بعض الهاشتاغات حاطها عندي الترند هاشتاغات في الوايد لايف الترند هاشتاغ في الشي انت تحبه تخلي هذي الهاشتاغات مثلا الحين الترند stay at home مثلا create at home هذي له وايد الترند بالعالم فانت ممكن تستخدم خلك في البيت وغيرها من الهاشتاغات رغم اثنين البراند هاشتاغ يعني شنو لو تشوفون انا مثلا حاط لي شي اسمه ماجد فوتوز اف اللي هو اختيارات يوم الجمعة لو تشوفون الهايلايت عندي في تفاعد رهيب جدا في اكثر من 6000 شخص حط صورة او استخدم هذا الهاشتاغ فحاول انك تسوي لك براند هاشتاغ خاص فيك سواء انت كنت تبيع شي او تقدم شي معين في تريك وايد قوي انك تدخل على الحسابات القوية مثل لايت روم عندهم مليونين واربعمية يورشوت ناشونال جيوغرافيك رح تلقى عندهم مثل الثيمات الان يقول لك حنا عندنا الثيم اسمه لايت روم سيفر مثلا ادخل يقول لك سو لنا منشن او سو لنا هاشتاغ على موضوع الفلاني كرييت ات هوم مثلا او ادخل على ناشونال جيوغرافيك يورشوت رح تلقى حطي لك هاشتاغ اسمه يورشوت فوتوغرافر فانت لما تشارك فيه رح يكون عندك نسبة او يمكن ان يسوي لك فيتشر في هذه الهاشتاغ او في هذه الحسابات اللي في اربع ملايين شخص فتخيل لما يسوي لك فيتشر شكثر رح يصير عندك تفاعل ويوزرز او فولورز من هذه الحركة مثل ما قلت لكم الهاشتاغات بحر واخوي عبدالعزيز اسرية ايضا حط له بالاجي تي في عنده شرح عن الهاشتاغات تقدرون تشوفونها ايضا الريتش والوصول حق المتابعين نوعين اوغانيك ريتش وبيد ريتش اللي هو بروموشن فتحس الخوارزمية دايما ما تخليك تظهر اساس انت تروح وتدفع فلوس اساس تطلع حق اكبر الناس بينما عندك وايط طرق شرحناه في خوارزميات واحد واثنين لشان نكبر هذا الريتش ونوصل لحق اكبر شريحة ممكنة من المتابعين اتمنى ان هذه المعلومات تكون مفيدة لكم ونقدر نسوي هالحركة في خوارزمية انستغرام ما استغنى عن دعمكم في نشر هذه المحتوى ونشر هذه المادة فيه ناس ما شاء الله يبدأ من اول شي لايك كومنت شير سيف بزاكم الله الف الف خير هذالا هذالا بروحوا مع احدهم صراحة وايد مشكورين كبراتي على دعم هذا المحتوى ابي اسمع منكم بالكومنت شرائكم في هذه المواد اذا فيه معلومة انا قلتها قلت تصلح ليها اذا فيه محتوى وودك تضيفها اكتب ليها تحت الكومنت شوفكم على خير